نتكلم عن بداية ظهور النقود في مصر الفروانية ازاي بدأت النقود في مصر نعلم ان تطور النقود في مصر القديمة مر بمرحلتين الاولى هي مرحلة اشباه النقود حينها كان المصريين بتدولوا قطع معيارية من المعادن حسب وزنها في الغالب كانت بتاخد شكل حلقات او اقراص وننظر للجدرية نحن نستعين بها نارضة في الشرح بنشوف الميزان وعلى احد كفته حلقات زهبية وعلى الكفة الاخرى وزنات صنج ميزان علاقية حيوانات زي الطور وفرس النار وبنشوف على اليمين كاتب بيقوم بتسجيل اعداد الحلقات بعد وزنها او ورصة بنلاحظ كمان ان حلقات بلون ابيض دي معناها فضة واسفل الجدرية بنعرض نموذجا لاحدى الحلقات الزهبية المصرية القديمة بجوارها نموذجين لسنج الميزان الجدرية والحلقات الزهبية والسنج كلها بتنسب لفترة الاسرة الثامن عشر وجدير بالذكر ان اشباه النقود تلك لم تكن تحمل اي نقوش والتعامل بها كان بيتم جنبا الى جنب بالمقايدة اللي هي التقليدية يفضل سؤال اللي هو الاصعب متى بدأ ختم المعادن لنتنتقل لمصر من مرحات اشباه النقود الى مرحات النقود ده اللي احنا ان شاء الله هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي انا قلت اتفرج واخدوا فكرة عن بداية ظهور النقود او اجبه النقود في مصر